اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جولنا وقفة نتعرف على أسباب عودة الاحتجاجات إلى العاصمة بغداد مع استمرار اغتيال نشطاء الحراك المدني كما نتعرف على أسباب عدم محاسبة قتلة المتظاهرين حتى الآن رغم تعهدات سابقة من حكومة الكاظم كما نناقش تأثير المناخ السياسي المضطرب في العراق على إجراء الانتخابات العامة المقبلة ترجمة نانسي قنقر ما أسباب عودة الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد وهل يؤدي استمرار اغتيال نشطاء الحراك المدني إلى إطلاق موجة احتجاجات جديدة أسوة بحراك عام 2019 ما أسباب عدم محاسبة قتلة المتظاهرين رغم تعهدات سابقة ما فتأ يطلقها رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي وهل تمنع سطوة الميليشيات المسلحة من تحقيق مطالب المحتجين من جانب آخر كيف يؤثر المناخ السياسي المضطرب في العراق على إجراء الانتخابات العامة المقبلة وهل يؤدي استمرار اغتيال النشطاء إلى تأجيلها هذه الأسئلة وغيرها سأناقشها مع ضيوفي من بغداد كل من معنى الجبوري الخبير الأمني والاستراتيجي والدكتور محمد نعناع الأكاديمي والباحث السياسي والدكتور نجم القصاب الباحث السياسي ورئيس مجموعة المورد للدراسات العراقية نبدأ النقاش مباشرة بعد التقرير قادمين من محافظات وسط وجنوب العراق يعود المتظاهرون إلى العاصمة العراقية بغداد للمطالبة مجددا بالكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين وآخرهم الناشط إيهاب الوزني أحد أهم قادة الاحتجاجات في محافظات كربلاء الذي قتل مؤخرا قرب منزله في المدينة القديمة برصاص مجهول الحكومة العراقية تنظر بعين قلقة إلى تلك الاحتجاجات مع التخوف من رفع سقف المطالب فيها إلى استقالة الحكومة بسبب استمرار تصفية النشطاء العراقيين رغم تعهدات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالكشف عن هوية قتلة الناشطين والمتظاهرين ومحاسبتهم أمام القضاء دعوات تطلقها التيارات المنظمة للاحتجاجات لمقاطعة الانتخابات النيابية المبكرة التي ستفضي بتقديرهم إلى استمرار الوضع القائم وسيطرة الميليشيات على البرلمان منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت في تقريرها الأخير حول العراق إلى أن مناخ الخوف بسبب استمرار الاغتيالات سيحد من قدرة العراقيين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مضيفة أن الميليشيات المسؤولة عن الاغتيالات لديها أحزاب ومرشحون في الانتخابات القادمة يسعون لترسيخ أنفسهم ضمن النخبة الحاكمة حكومة الكاظم التي طرحت كحل ومخرج لحالة من التوتر تلت موجة التظاهر سنة 2019 وكمرحلة ممهدة إلى انتخابات عامة طالب بها العراقيون إلى جانب محاسبة الفاسدين وكف يد الميليشيات عن التحكم بالمشهد الأمني والنيل من الأصوات المدنية مطالب ما زالت بعيدة المنال مع عجز الحكومة العراقية عن الوفاء بتعاهداتها أما مشارع عراقي يتراك مغضبه يوما بعد يوم فما الذي يعطل عمل حكومة الكاظم عن الوفاء بالتزاماتها وتعاهداتها ببسط الأمن ومحاسبة قتلة الناشطين والمتظاهرين والتمهيد للانتخابات وهل ستؤثر موجة الاحتجاجات الجديدة على موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة أيهم سلمان لبرنامج ولنا وقفة TRT عربي أبدأ النقاش مباشرة مع ضيفي من بغداد دكتور نجم القصصاب دكتور نجم ما عودت الاحتجاجات إلى العاصمة العراقية للتنديد بما يراه المحتجون تقصيرا من الجانب الحكومي في الكشف ومحاسبة قتلة الناشطين والمتظاهرين ما الارتدادات التي يمكن أن تحدثها هذه الاحتجاجات تحية طيبة لك والضيوف الكرام ولكل متابعيكم الكرام أنا أعتقد هذه التظاهرات هي رسالة تجييع وبنفس الوقت رسالة ترويع التجييع لحكومة السيد الكاظمي أن تكون أكثر جرأة وشجاعة واتخاذ قرارات وتحديد وتسمية من هي الجهات التي قتلت المتظاهرين طيلة الأشهر الماضية ثانيا تجييع لحكومة السيد الكاظمي أن يتخذ قرارات بمحاسبة ومعاقبة من يدير هذه المدينة عندما تحصل اغتيالات وخصوصا ما حصل في مدينة كربلاء اغتيال الشهيد إيهاب الوزني وطالبت أهالي الشهداء وكثير من المتظاهرين بإقالة ومحاسبة محافظ كربلاء وكذلك محاسبة قائل شرطة كربلاء الأمر الآخر إذا اتخذ الكاظمي واستغل واستثمر هذه التظاهرات طبعا هذه التظاهرات هي ليس ضد الحكومة وإنما انذار أو تنبيه أو دعم للحكومة حتى يحاسب لأن لو لا دماء الشهداء ولولا التضحيات التي حصلت في عام 2019 لما وصلت هذه الحكومة إلى سدة الحكومة أما بالنسبة للترويع الذي تحدث عليه الترويع للأحزاب التي متهمة بقتل المتظاهرين والأطراف التي تملك السلاح والقوة والوجود والنفوذ التي تحاول أن تستغل التظاهرات كأنما هذه التظاهرات هي ضد السيد الكاظمي مع هذا الطرف طيب دكتور نجم لو تسمحني كما تفضلت حكومة مصطفى الكاظمي جاءت ربما كان من أول الأهداف التي طرحت أمامها هي الكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم وهذا مستمر منذ أشهر طويلة لماذا حتى الآن لم تتخذ خطوات عملية للوفاء بهذا التعهد أو التعهدات يعني أنا أعتقد أسباب كثيرة وكبيرة منها السيد الكاظمي لا يملك كتلة نيابية حتى تحميه عندما يحاسب الكبار خصوصا على المستوى الفساد وعلى المستوى الاتهام بقتل المتظاهرين أو من يشجع القتل أو القمع مثلما استخدمه عام 2017 في حكومة عادل عبد المادي لكن يتوجب على السيد الكاظمي وبما أنه كان قائد أو رئيسا لجهاز مقابرات أمني كان ينبغي أن يأتي بأدوات حقيقية واقعية من غير ممكن بلد كالعراق فيه عشرات الآلاف من القادة السياسيين الأمنيين العسكريين لم يتم أعطاء لهم مناصب وإنما العشر أو التسعة الذين مسيطرين ومهيمنين على المناصب العسكرية والأمنية هم أنفسهم ينتقل من هذا المنصب وذاقي المنصب بالتالي هؤلاء أغلبهم متهمون بأنهم وانتماءهم أو قربهم من هذا الحزب أو من هذه الدولة إذن السيد الكاظمي أنا أعتقد في المرحلة أو في الأيام المقبلة لا بد أن يتخذ قرارات ويعترف ويوضح ويكشف ما الذي يقتل المتظاهرين لأن دائما من يعترف بالخطيئة ويتقبل النصيحة وهذا أفضل بكثير من الذي لا يقبل ولا يسمع ولا يؤيد الآخرين وهذا ما نعول على حكومة الكاظمي أن تأخذ ثأر وحقوق الذين تم تصفيتهم طيلة الأشهر الماضية نعم نتقل إليك دكتور محمد نعناع الزحف من عدة محافظات نحو العاصمة بغداد للتنديد باستهداف الناشطين استهداف المتظاهرين والتقصير الحكومي في الكشف عن هؤلاء المستهدفين ومحاسبتهم هذا الحشد ما الذي يريد قوله بالضبط؟ تحياتي لكم جميعا للضيوف وحضرتك ولمشاهدين الأعزاء الرسالة الوحيدة التي انفردت بها تظاهرات هذا اليوم احتجاجات هذا اليوم هي محاسبة قتلة المتظاهرين والمحتجين والناشطين والإعلاميين والباحثين تعرفون لدينا عدد كبير جدا من المغتالين من الذين نالتهم أيدي الغدر وصل عددهم إلى ما يقارب خمسة وثلاثين شهيد وهؤلاء لا بد أن جهة واحدة أو عدة جهات تلتقي بالهدف قد قتلتهم والحكومة تحركت على ملفين أو ثلاثة ولم تتحرك بشكل شامل على كل المغتالين وتجمع الخيوط وترى ما هي الرسالة الموجهة من خلال هذه السلسلة من الاغتيالات استطاعت أن تقبض على أربعة أو خمسة ولكنهم من الخط الثاني وليسوا من قادة المجموعات الإجرامية وبعض التحقيقات وصلت إلى طريق مسدود ووصلت إلى منتصف التحقيق وتم إيقافها مثل التحقيق في قضية الشهيد شامل هاشمي وصلت إلى منتصف الطريق وتم رفع الأيدي قضائيا واستخباريا وأمنيا وتوقفت العملية خلية البصرة أيضا تمت إدانة بعضهم أربعة وآخرين خرجوا خارج العراق لأنهم مرتبطين بأجندات خارجية وهؤلاء الأربعة ليسوا الأساسيون وإنما هم ثانويون نفذوا ولكنهم لم يخططوا بل أدوات لعملية التصفية الجسدية للناشطين والمتظاهرين وغيرهم فالآن هذا الانذار من هذه الاحتجاجات لحكومة الكاظمي الذي وعد أكثر من مرة ولم ينفذ وعد بشكل مستمر ما هو التصور الموجود لدى الحراك للرد الرسمي المتوقع؟ يعني هذه الفقرة اليوم هذه الخطوة اليوم هي خطوة تصعيدية أولى سوف تتبعها خطوات تصعيدية أخرى لأنه كل تصعيد يستتبعه أمور جديدة مثلا الكاظمي هل سوف يلجأ إلى الكتل السياسي الذي أتت به وصوت عليه في البرلمان الفتح سائرون دولة القانون الديمقراطي الكردستاني جماعة الخنجر والنجيفي وأبو مازين وغيرهم هؤلاء الذين هم سنة وشيعة وكرد الذين أتوا به وصوتوا له في البرلمان هل سوف يجنح لهم مع تصاعد الاحتجاجات أم أنه لا سوف يطمئن الاحتجاج بأنه خارج نطاق المحاصصة ومن ثم سوف يكون مرنا في اتجاه تطمين الحراك الاحتجاجي والمدافعة والمطالبة عن حقوقهم ومن أهمها صرخة اليوم التي هي صرخة المطالبة بكشف الجهات التي تغتال الناشطين وجميع من يقول لا وجميع من يريد أن يحاسب المفسدين والفاسدين فهذه خطوة أولى على طريق التطبيق الذي لا يمكن أن ينتهي بهذه الخطوة هذا بالضبط دكتور محمد أخذني إلى نقطة أخرى هل نحن الآن أمام امتداد للحراكة الذي بدأ في أكتوبر 2019 أم أننا أمام تأسيس لاستراتيجيات جديدة في العمل على الأرض من قبل المحتجين يعني هو بين القمع الذي ينال المحتجين ويريد أن يوقف حركتهم الاحتجاجية وما بين الجماهير التي تعي قضيتهم وأصبحت قضيتهم مزدوجة مركبة القضية الأساسية الأولى التي بدأت منذ عام 2011 التي هي مواجهة الفساد والمحاصصة والطائفية والأجندات الخارجية ووصلت إلى المطالبة بإنصاف الضحايا ومتابعة من يقتل هؤلاء الناشطين والمحتجين والمتظاهرين وغيرهم طبعا فنحن الآن أمام خطوة تصعيدية أخرى ما دام الدواعي موجودة وقلناها أكثر من مرة ما دام دواعي الاحتجاج موجودة نقص الخدمات الفساد شكل الدولة الذي الآن هو في مهب الريح بين أجندات خارجية ومحاصصة داخلية فكلما كانت الدواعي موجودة كلما تصاعد الاحتجاج أما إذا كنت حضرتك تسأل أنه هل المحتجين بين أيديهم حل سحري لقضية تعديل العملية السياسية فهذا غير صحيح يعني لا ما موجود لديهم حل سحري هم أيضا يصعدون كلما أحسوا بأنه الطرف الآخر صعد أيضا والطرف الآخر معلوم هو أطراف المحاصصة والفساد والأجندات الخارجية والميليشيات والجماعات المسلحة فهذه خطوة على طريق عادة العملية السياسية إلى الإصلاح وإلى السكة صحيحة نعم أنتقل إليك أستاذ معان الجبوري كيف يتسنى لمن يقتلون المحتجين ويستهدفون الناشطين بعمليات الاغتيالة التحرك بأريحية وكأن لا يوجد قوات أمنية في البلاد أين موضع الخلل في الأجهزة الأمنية في العراق تحية طيبة جنابك والسادة المشاهدين والضيوف الكرام وتحية إجلال وأكبار إلى هؤلاء الشباب المنتفضين إلى هذا الجيل الذي أحدث ثورة وتغييرا في الواقع العراقي حينما انتفض في انتفاضة أكتوبر 2019 وأسقط حكومة عبد المهدي المتخاذلة وجئة بحكومة السيد الكاظمي التي قطعت على نفسها وعودا مهمة بأولها وأهمها هي الكشف عن قتلة المتظاهرين ومن ثم محاربة الفساد وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة وطبعا بما أن الأمر لا يزال في بدايات الأولى لحكومة الكاظمي أي لم تتحقق هذه الوعود بالشكل الكامل عاد هذا الجيل المنتفض ومن أجل أن يوصر رسالة مهمة ومباشرة أولا إلى الحكومة العراقية بأن تمضي قدما في إجراءاتها وأن تتخذ خطوات أكثر ملامسة للواقع وتسمي الأشياء بمسمياتها وبالتالي رسالة أيضا مهمة إلى الأحزاب السياسية المتنفذة التي تعمل غطاءا لهذه الفصائل والميليشيات المتهمة وهنا أعرج على ما تفضلت به من سؤالك بأن هذه القوى تتحرك أحيانا بأريحية بسبب امتلاكها للمال والجاه والسلاح والغطاء السياسي الذي يخلق لها نفوذا في الواقع القوى الأمنية والأجهزة المخابراتية العراقية تعي جيدا وتدرك أن هذه القوى هي تعمل بالضد من الدولة وتعمل بمبدأ لا دولة ولا يتناسب مع أديولوجيتها التي تطرحها أي تغيير للواقع نتيجة ما بنت لنفسها هل الغطاء الذي تتحرك تحته هذه المجموعات هو غطاء سياسي أم سياسي وأمني في وقت واحد الجانب السياسي نحن نعلم الجانب الأمني أستاذ العزيز هو يعمل بأمرة القائد العام للقوات المسلحة السيد الكاظمي وكابينته الأمنية أيضا أي الوزارة المصغرة التي تشمل بالإضافة إلى سيد الكاظمي وزيري الدفاع والداخلية والأمن الوطني والقومي وجميع المسميات الأخرى هذه كلها تعتبر أدوات تنفيذية تعمل تحت غطاء الحكومة وغطاء سياسي لا يمكن أن تتصرف بمال إرادتها إلا وفق الصلاحيات التي تمنح لها هذا الإجراء أو ذاك وطبعا نعلم أن هناك الغطاء السياسي هو صاحب الدور الأساسي طيب الحديث أستاذ معا لو تسمح لي هذه القوات هي الداخل العراقي لو تسمح لي الحديث عن نزع الغطاء السياسي وبالتالي الحد من قدرتها على التحرك بأرياحية عن هذه المجموعات إلى أي مدى هو واقعي وقابل للتطبيق نعم إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية وهنا الحكومة عليها أن تتسلح بالشارع العراقي هذه الانتفاضة قوة الجماهير هو الذي يعطي الحكومة السلطة والصلاحية حتى الدستور يتغير من خلال الضغط الجماهيري وكما ذكرت لأول مرة في تاريخ العراق العديث تسقط حكومة منتخبة حكومة عبد المهدي وتجيء بحكومة السيد الكاظمي هذه الانتفاضة عليه الجماهير هي التي تعطي زخما والحكومة عليها أن تحقق هذه الإرادة وتستثمر هذا الجهد الجماهيري وهذا الحراك السياسي الشعبي بأجل القبض على هؤلاء وتسمية الأشياء بمسمياتها وإحالتهم إلى القضاء هذا حينها سيضع الحكومة في الاتجاه الصحيح وبداية الشروع للتغيير في الواقع السياسي العراقي أنتقل إليك دكتور نجم القصاب الحديث عن سيناريو الامتناع عن الذهاب للانتخابات البرلمانية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل كوسيلة من وسائل الاحتجاج على الأوضاع الأمنية كيف يمكن أن تكون نتائج مثل هذا السيناريو أعتقد الأوضاع التي جرت فيها الانتخابات في 2005 و2010 كانت أشد وأكثر خطورة وصعوبة مما يحصل الآن نعم هناك انتشار السلاح بيد بعض الأحزاب التي بدأت تسوق أو تروج لنفسها بأنها لها مرشحين في محافظات العراق لكن أرى الوضع الأمني أكثر قوة مما كان في انتخابات 2005 و2010 الأمر الآخر نحن لدينا تقريبا خمسة أشهر خمسة أشهر لا بد أن يجرى هناك تغيير في القرارات في جمع السلاح ربما يكون الوضع الأمني أفضل من الحقبة التي تتفضل الحديث عنها ولكن هذا الوضع الحالي يضيف إلى التوتر الأمني الاحتقان الشعبي احتقان الشارع هذا عامل يمكن أن يزيد التوتر نعم أنا أتوقع أن يكون هناك تصعيد على المستوى الشعبي وليس على المستوى السلاح الذي تملكها بعض الأحزاب لكن مشكلة المتظاهرين ومشكلة التظاهرات التي حدثت من 2019 إلى الآن لم تتخذ قيادة لها حتى على الأقل تسير التظاهرات وتحدد مسارات التظاهرات رغم أنا أرى وخلال متابعتنا التظاهرات والتنسيقيات في عموم الأراق لربما اتفقوا على شخصية واحدة هو النائب السيد فايق الشيخ فقط هؤلاء اتفقوا ربما يكون دكتور نجم استهداف الناشطين ربما هو السبب الأبرز لعدم اتخاذ هذا الحراك لقيادات يعني كلما بزغ نجم أحد من الناشطين يتم اغتياله نعم وحتى النائب فايق الشيخ خسر عضويته في البرلمان نعم وخسر كثير من الامتيازات لأنه وقف مع التظاهرات وكذلك كثير من الشخصيات الأكاديمية والمهنية والشجاعة كانت وما زالت تقف مع التظاهرات لكن لا بد أن تتفق على قيادة حتى تفاوض الحكومة وتفاوض من يحتراتها على المقاطعة لضيق الوقت أريد أن أذهب إليك دكتور محمد نعناع أيضا ما انعكاس التوتر والاحتقان والأوضاع الأمنية على الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل باختصار لو سمحت يعني الانتخابات لربما تكون خيار وهي خيار دستوري قانوني لا بد أن يلجأ إليه الجميع لأنه آلية من آليات التبادل السلمي للسلطة ولكن هناك أيضا مسار آخر وهو المسار الواقعي هذه الانتخابات تحتاج عمل كثير جدا من الحكومة ومن القضاء ومن الجهات الرقابية الفساد ما زال موجود المال السياسي موجود الضغط على الحريات على المشاركة خصوصا في المناطق التي تفتقد للتركيز الإعلامي يعني مناطق شرق بغداد مثلا في بغداد ومناطق الضواحي في المحافظات هذه يعني تسيطر عليها جماعات مسلحة وتيارات وتختطف الناس تختطف أصواتهم وتجعل منهم حتى أسرى أو ضحايا لأفكارها ولخدماتها التي تقدمها لهم تحرير الوضع بشكل كامل من الضغوطات الأمنية المال السياسي والدعاية المرتبة والمنسقة للأحزاب الفاسدة هذا ما تطلبه قوى تشرين والقوى الأخرى التي نضجت الآن وتريد أن تقدم مشروعا سياسيا بديلا وهذا هو المطلوب يعني أن تتعهد الحكومة وطبقة سياسية واسعة وإرادة دولية أيضا تتعهد بأنه الانتخابات فيها نزاهة وفيها حرية وفيها مصداقية ولذلك يلجأ الناس إليها كآلية للتبادل السلمي للسلطة نعم أستاذ معنى الجبوري هل العراق بحاجة إلى مساعدة من الخارج لضبط الأوضاع الأمنية وإنهاء هذه الحالة التي ربما يذهب ضحيتها النشطاء والمحتجون والنشط والمجتمع المدني وإلى آخره باختصار لو سمعت نعم الدعم المطلوب ليس أمنيا لأن الكفاءة الأمنية متوفرة لدى أجهزة الحكومية إنما دعم الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الدولية للضغط على هذه الأعزاب وهذه القوى بعدا استعمال السلاح المنفلت واستعمال صلاحياتها وإنبراطوريتها التي ملكتها منذ 18 عاما وبالتالي تعزيز دور الحكومة العراقية ودور الأجهزة الأمنية ودور الشباب الثائر لغرض ضبط إيقاع الجانب الأمن وبالتالي توفير بيئة مناسبة ومناخ خصب لإجراء الانتخابات وإن كان هذا الأمر ليس باليسير نعم ممكن أن نتحدث به في الجانب النظري إنما ترجمته على الواقع في ظل الظروف الحالية لا يزال هناك صعوبة في المشهد وأخطر هذه الصعوبات هو السلاح المنفلت وطبعا للأسف الفساد السائد نتيجة إمكانيات هذه الأعزاب التي لا تريد أن تفقد هيمنتها وما بنته من إمكانيات في السنوات الماضية أشكرك جزيلا شكر معنا لجبوريا الخبير الأمني والاستراتيجي وأيضا الدكتور محمد نعنع الأكاديمي والباحث السياسي والدكتور نجم القصاب الباحث السياسي ورئيس مجموعة الموارد والدراسات العراقية كنتم جميعا معنا من بغداد أشكركم جميعا لمشاركتكم معنا في هذه الحلقة شكر موصول لكم مشاهدين الكرامة الحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة